السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية نتحدث اليوم عن المجال الثاني الحديث الشريف عنوان الدرس المسئولية تجاه المجتمع الجزء الأول من الدرس أهداف الدرس أولا أن يقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة ثانيا أن يعرف راوي الحديث الشريف تعريفا صحيحا ثالثا أن يفسر معاني المفردات تفسيرا سليما أتأمل الصورة الآتية هيا يا طلاب نتأمل هذه الصورة الآن من البطل الذي يستطيع وصف ما يكون به الطالب في الصورة؟ أحسنت إزالة الأذى عن الطريق ما رأيك بهذا السلوك؟ هل هو سلوك صحيح أم غير صحيح؟ رائع سلوك صحيح لماذا هو سلوك صحيح؟ أحسنت لأنه يحافظ على نظافة المكان فكر معي هل هي مسؤولية هذا الطالب إماطة الأذى عن الطريق؟ أحسنتم نعم مسؤوليته وهل هي مسؤوليته هو فقط؟ أحسنتم هي مسؤولية كل فرد في المجتمع وهو ما نتعرف عليه اليوم بإذن الله من خلال الحديث الشريف أقرأ وأحفظ هيا نقرأ الحديث لكي نحفظه جيدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم عزيز الطالب يمكنك الاستماع إلى الحديث الشريف من خلال استخدام هذا البركوت هيا لنقرأ الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم أتعرف راوي الحديث الشريف اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي لقبه أبو هريرة لماذا لقب عبد الرحمن بن صخر بهذا اللقب؟ ماذا ترى في هذه الصورة؟ صورة كطة إذن أبو هريرة لقب بهذا اللقب وذلك لأنه كان يحمل كطة صغيرة ويرعاها علمه يعد من أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث الشريف معاني المفردات يظهر الآن أمامنا الحديث الشريف به كلمات باللون الأحمر أريد معرفة المعنى المراد بها غصن شوك ماذا تعني كلمة غصن شوك؟ ماذا ترى في هذه الصورة؟ أحسنت صورة رجل ماذا يفعل هذا الرجل؟ يحمل غصن شجرة هذا الغصن به ماذا؟ شوك أحسنتم إذن غصن شوك تعني فرع شجرة مليء بالأشواك فأخره ماذا فعل هذا الرجل بفرع الشجرة؟ أحسنت أزاله عن الطريق إذن فأخره تعني فأبعده وأزاله أحسنتم جميعا الآن هيا يا أبطال للإجابة على أسئلة التقويم السؤال الأول أكمل الفراغات مما بين القوسين فأخره فغفر له غصن شوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجده ماذا وجد الرجل؟ من البطل الذي يستطيع الإجابة؟ أحسنت وجد غصن شوك على الطريق ماذا فعل به؟ فأخره ممتاز فشكر الله له فغفر له أحسنتم جميعا الإجابة صحيحة السؤال الثاني سل كل كلمة بالمعنى المناسب لها غصن شوك ماذا تعني كلمة غصن شوك؟ أي فرع شجرة مليء بالأشواك أحسنت فأخره أي فأبعده فأبعده وأزاله أحسنتم جميعا السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة X داخل المربع في الحديث الشريف وجد رجل في الطريق غصن شوك ماذا فعل به؟ فتركه فأزاله فأهمله من البطل الذي يستطيع الإجابة؟ أحسنت فأزاله ثانيا نظافة البيت والحي والمكان مسؤولية عمال النظافة فقط هم المسؤولون عن النظافة؟ فرد واحد في المجتمع؟ أم كل أفراد المجتمع؟ أين الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم كل أفراد المجتمع إذن الإجابة صحيحة السؤال الرابع أكمل البطاقة التعريفية لراوي الحديث الشريف اسمه؟ من يتذكر اسمه؟ أحسنت عبد الرحمن بن صخر الدوسي لقبه لقب بماذا؟ أبو هريرة أحسنت لماذا لقب بأبو هريرة؟ رائع لأنه كان يحمل قطة صغيرة ويرعاها علمه من يتذكر؟ أحسنت يعد من أكثر الصحابة حفظاً ورواية للحديث الشريف إذن الإجابة صحيحة شكراً لحسن استماعكم للدرس الرجاء يا أبطال حفظ الحديث جيداً والإجابة على الواجب خلال 24 ساعة وإلى لقاء آخر في الجزء الثاني من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته